وفي هذه طبعا صور لاستقبال رئيس أركان الفريق أول سعيد شنغريحة إذن يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي طبعا في إطار التعاون العسكري وكان رئيس أركان الدفاع الإيطالي قد أشار إلى أن التعاون الجزائري الإيطالي هو تعاون راسخ وتعاون فعال في أثبت فعاليته في خلال السنوات الفارطة إذن وصل اليوم واستقبل اليوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحة استقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي في زيارة للجزائر زيارات المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا والتي تعكس جودة العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات بما يتوافق والإرادة السياسية القوية لقياة ذاتي البلدين من أجل ترقية شراكاتنا لتكون استراتيجية بامتياز كما تقوم هذه العلاقات على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون لجبي والبناء المرتكز على تاريخنا الإقليمي المشترك وقيامنا المتوسطية وكذلك التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط فالتفاعل الجزائر الإيطالي ليس وليد اليوم بل يفوق ألف سنة كما تشهد على ذلك الأحداث التاريخية والمواقف المشرفة للبلدين على غرار دعم شخصيات إيطالية لثورتنا وانحياز الدولة الإيطالية ومؤسساتها إلى جانب الشعب الجزائري في مقويماته للإرهاب الهمجي والتطرف خلال التسعينات من القرن الماضي وطبعا تدخل هذه الزيارة في إطار التعزيز العمليات الميدانية بالمورد إذن أو تدخذه من في إطار التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز نظرا لما تحقق من إنجازات وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين على ترقيته باستمرار وما هذا إلا دليل واضح على أن شركاتنا وثيقة وموثوقة يتعين علينا تنويعها أكثر وتوسيعها لتشمل مجلات أخرى بما يتوافق وأولاويتنا المشتركة إذن نذكر أنه رئيس أركان جيش الوطنية الشعبي قد استقبل واجتمع برئيس أركان الدفاع الإيطالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر